نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تداول قائمة بأسعار حصص مجموعات الدعم المدرسية للطلاب وذلك خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي وشدد المركز على أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن ولا تزال بصدد مناقشة مختلف المقترحات بشأن أليات تفعيل وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية ذلك خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات ذلك لضمان تنفيذها وفقا لمعايير الجودة التعليمية كإحدى خطط الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور